هو هجوم إرهابي وسيتم الرد عليها بالمثل كما فعلنا سابقا وسنفعل في المستقبل هل يمكنك إزالة الكمامة لأنني لا أسمع نعم يوم الأربعة زملاء الأعزاء في موضوع المؤتمر مؤتمر الحزب حزب العدالة والتنمية قمنا ببعض التحضيرات ونحن نقوم ببعض المؤتمرات منذ فترة كما تعلمون الآن هناك بعض الدعايات والإعلانات التي نقوم بها بحملات دعائية وأيضا ببعض التحضيرات والإعلانات من أجل المؤتمر كل هذه التفاصيل التي تحضيرها الآن من أجل يوم الأربعة من أجل مؤتمر يوم الأربعة في الحقيقة وحتى الآن نقوم بكتابة نص من أجل أن أقوم بتلاوة في هذا المؤتمر طبعا هذا النص سيكون بمثابة إعلان حزب العدالة والتنمية من أجل خوض انتخابات عام 2023 وأيضا هو سيكون تحضير لأهدافنا بشكل موسع وبشكل دقيق الآن نحن نحضر لهذا النص إن شاء الله يوم الأربعة عندما أتحدث في هذا المؤتمر ستكون أيضا حزب العدالة والتنمية إذن سيكون كما تعلمون بتحالف مع حزب الحركة القومي وهذا الطريق الذي نسلكه من أجل الوصول إلى أهدافنا في عام 2023 هذا النص فعلا سيحتوي على كل هذه التفاصيل ونعلن عنها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية يوم الأربعة المقبل هذه المؤتمرات طبعا الآن نقوم بها في فترة صعبة ربما لأننا نكافح كما تعلمون فيروس كوفيد 19 هذا الوباء الذي الآن انتشر في كل العالم طبعا الآن نحن نقوم بهذه المؤتمرات بنقص كبير من المشاركين من مواطنين الأتراك في الصالات التي نقوم بها هذه المؤتمرات في الحقيقة هذه المؤتمرات التي نعقدها منذ فترة هي مصغرة قدر الإمكان من أجل حماية مواطنين ولكن نحن الآن نحضر أنفسنا من أجل الخوض وخوض الانتخابات المقبلة وإن شاء الله عام 2023 ستكون سنة مهمة جدا من أجل التحولات السياسية والتحولات الأخرى في البلاد وسنقوم بتحضير أمور جميلة جدا من أجل الوطن شكرا جزيلا موسيقى 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 الم compete موسيقى موسيقى سنة